جديد صباحكم الخير مشاهدين الأكارم كملين معكم بتقاريرنا الصباحية وللمعلمة المتقاعدة طماظر حيدا كان لها نصيب كبير من الجهد والاجتهاد للوصول إلى مشروع انتاجي ناجح وبامتياز التفاصيل في الدقائق القليلة القادمة مع زميلتنا وفاء فاضل ترجمت طماظر علي حيدر من قرية المريجات بريف القرداحة حبها للأرض والعمل بتأسيس مشروع زراعي صغير في أرضها يساعدها على مواجهة ظروف الحياة ومتطلباتها الفراغ بدوا قتل كيف بدوا ينقتل الفراغ بالعمل فمن ملك الله في أرض وفيه بير مي وظروف الحياة والضغوط اللي إجيت على البلد وظروف الحرب اللي صابتنا تركت جوانب سلبية كتير ماديا على الناس والأسرة الكبيرة أيضا تحتاج لجهد أكبر من الأسر الصغيرة الله يحمل جميع فحبيت بدوا يعيش حياة كريمة وعلى قول الشاعر إذا كانت النفوسه كبارا تعبت في مرادها الأجسام فالمفروض هذا الراتب بدوا يتساعد بشو بدوا يتساعد بالعمل فالأرض موجودة والبئر موجود أيضا الأرض بعض استصلاحة يعني كانت أرض عدم كلفت الكثير من الجهد من التعب من المال فالحمد لله صرنا نزرع بمختلف أنواع الخضروات يعني تختلف المساحة دنومين تلت دنومات هي مساحة الأرض كلها ثمين دنومات منصوبة بالأشجار بالعزيمة القوية تحدت أم دانيال أشعة الشمس التي لفحت جبهتها وشكلت أخاديد شاهدة على جهد كبير وقطرات عرق عكست المعاني المقدسة للعمل بد الآن كطموح وكحب للعمل وكأفكار أني ابني وأشتغل وأعمل لحد الآن موجود عندي بهمة الشباب حتى من فضل الله ومن عطاءه مو بجدارتنا ولا بشاطارتنا أنه يعني ما بحسد الصلايا على همتهم وعلى الحمد لله من فضل الله ما بحسدهم يعني على همتهم بهالنيون إيه بس ما بحسدهم بحس عندي إسا نفس الدافع ونفس القوة ونفس التفكير السليم للمستقبل وعندي أمر بالحياة كتير من يؤمن بالكفاح من أجل تأمين لقمة العيش لا يسأم المشقات التي يواجهها ولا يبخل بجهده مادام يحمل في صدره قلبا مفعما بالعطاء